بيّن استطلاع للرأي أجريا لجامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس أن القاعدة الشعبية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تؤيد استمرار الحرب على قطاع غزة ولو أدى ذلك إلى مقتل الأسرى والمحتجزين ووفق الاستطلاع الذي نشرته صحيفة يدعوت أحرنوت فإن 65% من مصوّطي اليمين يعتقدون أنه يجب استمرار الحرب مقابل 35% يعتقدون لزوم إيقافها أما المشهد العام في إسرائيل وفق الاستطلاع فهو أن 62% من الإسرائيليين يؤيدون وقف الحرب لاستعادة الأسرى والمحتجزين مقابل 38% يؤيدون استمرارها في حين يشير الاستطلاع إلى أن مصوّطي المعارضة يؤيدون مطلقاً وقف إطلاق الحرب بينما قلة فقط من 26% تؤيد استمرارها